أراهن بأنك تعتقد أن هناك الكثير من لغات البرمجة أن لديك الكثير من الخيارات وأن لكل لغة أسلوب ونمط مختلف وأنك حائر مرهق ولا تعرف من أين تبدأ توقف عن التسويث وتعلم أي لغة لعينة أي لغة لعينة أفضل من لا شيء هي لك من سادج طيب القلب يؤسفني أنك ستصادف المزيد من الأوغاد الذين سيحذرونك من تعلم هذه اللغة أو تلك أعني أنهم أوغاد بغير قصد وهذا أكثر معنى لطيف لكلمة وغد سأخبرك لماذا أشعر بالاستياء إنهم يحذرونك من تعلم هذه اللغة وتلك كأنهم يخافون على مستقبلك ولا أحد منهم لا أحد يحذرك من هذا الضياع الذي تتخبط فيه الآن بينما يتقدم بك العمر وأنت لا تتعلم أي شيء توقف عن التسويث وتعلم أي لغة لعينة أي لغة لعينة أفضل من لا شيء لقد تعلمت أسوأ لغة برمجة في العالم في أسوأ مكان ممكن لتعلم البرمجة لم يكن لدي جهاز كمبيوتر آنذاك وقد كنت أقوم باختلاس المصروف والاحتيال على الوالد للذهاب إلى السايبر جيل الألفية يعرف عن ماذا أتكلم الآن هل يمكنني القول بأن الفيجوال بايسيك لغة سيئة قذرة؟ نعم بالتأكيد وهذا رأي الشخصي المتواضع ولكن بدون تعلم الفيجوال بايسيك هل كنت سأتعرف على البرمجة؟ هل كنت لأجلس الآن أمام الكاميرا وأتحدث إلى أشخاص رائعين مثلكم؟ وهل كان مجتمع مطوري اللغة ليثق بي؟ أشك في ذلك الشاهد من القصة هو أنه حتى أسوأ لغات البرمجة لن يضرك تعلمها إن ما يضرك هو جمودك في مكانك بدون أي تقدم يذكر أعلم نوع الهراء الذي سستهلكه إنك تستهلك أي شيء يبقيك في منطقة الراحة تستيقظ كل صباح بدون أي هدف وتبحث عن المزيد من الأعذار لتبرير كسلك بايثون لغة بطيئة البي إتش بي تحتضر الجافا تراجعت السي ليس لها مستقبل والحقيقة أن الشيء الوحيد البطيئ هو أنت وشغفك هو من يحتضر وأنت من تراجعت لا أريد حتى أن أكمل الجملة ولا أتمنى ذلك فقط توقف عن التسويف أي شيء اللعين أي شيء اللعين ما زال أفضلا من لا شيء الظروف سيئة أعلم ذلك كلنا مررنا بالأسوأ ولكن توقف عن جعل الظروف عذرا لعدم استمرارك وفي المقابل اجعل منها دافعا للنجاح الظروف السيئة دافعا قوي للتغيير والعمل الجاد سأخبرك بسر صغير بحقيقة بسيطة عن لغات البرمجة ليست البرمجة كما تعتقد فكل لغات البرمجة متشابهة من حيث المفهوم لم يتغير أي شيء منذ الثلاثينات منذ اكتشاف حسابات اللامبدا على يد ألونزو تشيرش وبناء آلان تورينغ لآلته العجيبة وتقريرهما للنمطيين البرمجيين الوظيفي والأمري Functional and Imperative Programming Paradigms ما زالت البرمجة منذ لغة الفورتران البائدة إلى آخر لغة تم ابتكارها قبل تسجيل هذه الحلقة قائمة على أساس وحيد وهو وظيفته التجريد وتنفيذ الأوامر باستخدام إسناد المتغيرات والاستبدال من أعلى إلى أسفل وسطنتل والآخر كل لغات البرمجة متشابهة تقريبا نفس المنطق نفس الجمل الشرطية نفس الحلقات ونفس الإكلاسات نفس الوظائف لا يوجد أي جديد كل شيء مكرر لدرجة أننا لو أخرجنا أحد مبرمجي الكوبول من قبله وجعلناه يشاهد هذا الفيديو سيتعلم البرمجة بلغة بايثون في ساعات قليلة بل في دقائق لأن البرمجة لم تتطور منذ الثلاثينات لا تسيء فهمي أنا أعترف بأن العتادة أو الهاردوير قد تطور بشكل مذهل أعترف أيضا بأن لغات البرمجة تطورت وتنوعت من حيث الشكل والبساطة والأداء والاستخدام لكن مفهوم البرمجة وأسلوبها القديم ما زال هو نفسه إلى اليوم وإذا فهمت منطق البرمجة بشكل عام ستلاحظ أن كل لغات البرمجة متشابهة باستثناء بعض الشكليات وإذا تعلمت أي لغة لعينة بشكل جيد أعني أي لغة برمجة تخطر على بالك ولكن بشكل جيد واستوعبت من خلالها منطق البرمجة أعدك بأنك سوف تكون قادرا على تعلم أي لغة برمجة أخرى بسرعة كبيرة وأنا متأكد أن من بينكم الآن من تعلم لغته الأولى في أشهر ربما في سنوات بينما لم يستغرق سوى ساعات قليلة في تعلم اللغة التالية إذا كنت تشاهدني رجاء أترك تعليقك بالأسفل لأن هناك من لا يصدق ذلك لا مزيد من الهراء والأعذار لاحق شغفك وحقق ذاتك بالعلم والعمل لا أتحدث عن البرمجة فقط بل عن أي تخصص وأي مجال أهلم أن هناك دائما في مكان ما شخص واحد على الأقل يحذق فيي الآن ببلاهة ويتساءل ما الذي يقوله هذا الأحمق؟ لماذا يريدني أن أتعلم أي لغة برمجة هكذا بشكل عشوائي؟ ماذا لو كانت غير مناسبة لي؟ أولا أنا لست أحمقا ثانيا هذا التردد والشك في أنها لن تكون مناسبة لك يكون في أمور الزواج أيها الغبي وليس في تعلم البرمجة وأنا أقول لك اختر اللغة المناسبة لك التي تحب وتعلمها الآن إذا عجزت عن الاختيار ابدأ بتعلم أي لغة أخرى أو ابحث عن تخصص آخر فقط توقف عن تضيع وقتنا وهو وقتك هناك شيء مهم لا أريد أن أنساه لقد قلنا من قبل أنه رغم وجود دافع قوي وشغف شديد لا يمكن جني النتائج رائعة من رحلة التعلم بدون وجود نظام وترتيب والأهم من هذا كله إدارة وقتك بفاعلية لقد أدركنا هذا في وقت مبكر وكانت تصلنا رسائل كثيرة حول مشكلة تنظيم الوقت ومع نهاية السنة الماضية وضعنا كل شيء جانبا وكانت لدى فريق مجتمع بايثون العربي أولوية واحدة وهي تقديم حلقة جامعة مالعة عن تنظيم الوقت تكون عبارة عن عصارة للعشرات من الكتب والأبحاث والتجارب قمنا بالعمل لأيام على الموضوع وكان هناك بعض الصهر إلا أن الأمر كان يستحق كل دقيقة من وقتنا وأشعر بالفخر الشديد لأنني جزء من تلك التجربة قبل لحظات فقط من إعداد هذا الفيديو ذهبت لقراءة التعليقات وجدت المئات من الأفاضل يقولون بأن تلك المادة كانت أفضل فيديو رأوه عن تنظيم الوقت في حياتهم بكل صدق أنا فخور بذلك وفخور بتقديركم للمجهود وأتمنى أن تشاهدوا الحلقة لأنها شيء مختلف عن المألوف ولأنها جزء من هذا الموضوع الذي أتحدث عنه اليوم تنظيم الوقت مهم جدا أخيرا أعتذر عن هذه النبرة التي قد يرى البعض أنها قاسية أعترف بذلك ولكنني أؤمن بأن من يفتح عيناي على الواقع المر أفضل ممن يخذرني بالخيال وأعتقد أنكم تفكرون مثلي أخيرا هذا الكلام لا يمكن أن يأتي من مكان آخر غير القلب ولا يمكن أن تسمعه إلا من شخص يحترمك أو يقدرك كأخي لك أو لك وليس كمعلم أو يوتيوبر شكرا جزيلا على المتابعة وأعتذر عن الإيطالة وأتمنى أن تشتركوا في القناة وتدعمونا بالتعليقات والإعجابات لتصل الحلقة لا أكبر عديد ممكن من المهتمين بالموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة